بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته طريقتان في التفكير والنظر إما العيش في التاريخ وإما الاهتمام بالحاضر والمستقبل في الحقيقة الأمة الإسلامية تعيش أزمة أزمة عقلية قبل ما تكون أزمة فكرية نرى كثيرا من الناس يتجادلون عبر مئات السنين 1400 سنة على أقل ألف سنة خلنا نقول ألف سنة أنه الإمامة بالنص ولا بالشورى ومن قسمين شيعة وسنة وهذا يقول الإمامة بالشورى وهذا يقول الإمامة بالنص وبالتالي الإمامة لا بالشورى ولا بالنص عبر التاريخ الإسلامي الإمامة أي واحد يسيطر على السلطة بالقوة والإرهاب والتلاعب وكذا يصبح إمام يصبح رئيس بدل ما المسلمين يهتمون بتحسين واقعهم وبإقامة نظام عادل يساوي بينهم وينشر العدل بينهم صار فيهم كل وقتهم وخاصة الناس مثقفين وشيوخ وعلماء مثلا ويجادلون بعصبية وأي واحد يخالفهم أيضا يسبوه وشتموه وأنت عميل وأنت ماخذ فلوس وأنت جاسوس وأنت معدرا شنو نتيجة الجدل هذا شنو أرد عرف صارنا ألف وكذا سنة نجادل حول قضايا تاريخية وهمية عايشين بالتاريخ يعني أصحاب الكهف دخلوا الكهف اليوم وخرجوا من عندها شافوا الأمور متغيرة الأمة الإسلامية مو تدخل الكهف بالعكس هي عايشة اليوم ولكنها تدخل الفرد كهف ترجع ليه ورا ثم تروح تناقش قضايا اللي كانت بتروحها قبل 1400 سنة بينما الواجب عليها أن تفكر اليوم ماذا تعمل وكيف تواجه التحديات الاستبداد والاستعمار والظلم والطغيان والرأسماليون البشعون الحرامية واللصوص والظلم في كل المستويات ناسين كل هذا الشيء وكل هذه الأشياء وراحين يفكرون بالتاريخ فنتيجة الجدل اللي يجري على صفحتي دائما وانفعال بعض واتهام الخلفاء الثلاثة العوائل بأنهم اختصبوا السلطة من إمام علي وهذه القضية لازم ندقوا نصطم عليها اليوم القيامة فقلت لم يتم اغتصاب الخلافة من قبل أبي بكر لأن الإسلام أساسا لم يشرع نظاما دينيا للحكم والنبي الأكرم لم يوصل للإمام علي بالخلافة لأن أساسا النبي والإسلام والقرآن لم يهتموا بأمر السلطة والخلافة والحكم أوصى النبي وأوصى الإسلام بالعدل ولكن لم يضع الإسلام نظاما دستوريا للحكم هذه نقطة مهمة جدا تشكل مفترق طريق إذا احنا افتهمنا هذه النقطة بعد من الجادل ليش النبي ترك الأمة هكذا عبثا وكذا هذا حكمة الله اقتضت بذلك لماذا نركب نظرياتنا وتمنياتنا على الإسلام وإنما تشاور المسلمون بعد وفاة النبي وانتخبوا أبا بكر وبايعه الإمام علي كما بايع بقية الخلفاء أمر وأثمان وتم انتخاب الإمام بعد ذلك ومبايعته كما ترك الإمام علي الأمر من بعده شورى ولم يوصي للإمام الحسن الذي انتخبه الناس وبايعوه طواهية حتى ما خل النظام مجلس للشورى مثل ما فعل النبي تركهم هو المم علي قال أني أترككم كما أترككم رسول الله هذه الحقيقة التاريخية البسيطة نحن ظلنا نجاتا عليها فأحد الأخوان غالب صغير يقول تقول لم يوصي بل كانت شورى حسب ادعائك هذا يعني أن خلافة أمر باطلة لأنها بالنص من الأول الأول نص عليه ما كانت بالشورى يعني وخلافة أثمان باطلة كونها حصلت بستة ولماذا جنابك لا يجاوب عن سؤال لماذا دفنت الزهراء سرا وهل غضبت على الشيخين وهل حرمت من ميراثها وهل تشكك بخطبتها أجيب ولا تتردد إن كنت منصفا يعني لازم أنا أجاوب على الأسئلة لني فقلت له لا يهمني كون خلافة أمر شرعية أم باطلة وكذلك خلافة أثمان وأي حاكم في التاريخ المهم لدي أن نظرية الشورى أو الديمقراطية هي الحل الوحيد الذي يجب أن نتبعه اليوم وفي المستقبل كما لا يهمني لماذا دفنت فاطمة الزهراء سرا أو جهرا شو أستفيد من الشغلة هذه يعني الآخرون ظلموها أو لم يظلموها لا يهمني هذا الأمر ليس من الدين ذلك أنا عليها أخذ القرآن وأصلي وأصوم وأحج وزكي وأعمل بالمعروف فهذه مسألة لا علاقة لها بالدين ولا بالحياة اليوم ولا بالمستقبل وأنا أفكر وأهتم بما يجب علي عمله لبناء بلدي والنهوض بأمتي هذه الأيام وصار نقاش أيضا طويل من الطرفين جاينا على هذا الموضوع محمد أمين السلامي يقول للولاية شروطها في الكتاب والسنة وقد شحدوا شروطها واستولوا عليها حتى أباحوها بالغلبة وإن كان فاجرا وقد وردت في أهل البيت نصوص الكتاب والسنة تلزم الأمة اتباعهم وخلافهم نفاق طيب وين هم الأيام اليوم؟ هذا الأخ محمد أمين السلامي يفكر وين هم الأيام اليوم؟ وشلون نتباعهم؟ وشلون نجيبهم وحكمون علينا؟ يعني عن نصف نفكر بس نفكر بالتاريخ طيب وين النظرية الآن؟ وين هم الأيامة البيت؟ ما موجودين وخلافهم نفاق وين هم حتى نخالفهم هنا؟ ضياء محسن العراقي يقول كلامك فيه مغالطات كثيرة نعم بايع المسلمون أبا بكر لكن لم يبايعوا أمر بن الخطاب حس بايعوا الأموا بايعوا شيء منه يعني الآن باعته كان صحيحة 100% لو عن نص لو عن ثلثة أرباع بوصية من أبي بكر أو برضى من أدوم أو بدون رضى هذا حدث بالتاريخ وراح إحنا شو خصنا فيه؟ ليش مهتمين ألقاد فيه؟ يعني طيب كانوا ناس مو زيني ثم ماذا بعدين؟ الله يحسب بيوم القيامة إحنا شو نسوي لهم يعني؟ شوية أكل لازم يكون برأسنا خلينا نفكر بالقضايا المنتجة مو بالقضايا العقيمة جدل عقيم ما بنتيجة وعمر أعطاها لشورى ستة طيب أعط أخطى عمر طيب شو نسوي لأذن نحن الآن؟ نفترض يعني وأنا أقول أخطأ أقول ليش حصرها بالستة؟ ليش ما جعل مجلس شورى؟ هاي عادتهم تقاليدهم أعرفهم سووا أخطأ أولا أصابوا هاي مشغلتنا اليوم وما لازم نتوقف أده الأمور لازم شو أين نتجاوز؟ لنهتم بالتحديات يتواجهنا اليوم وأثمان فاز بالخلافة لأنه وافق على السير وفق نهج الشيخين الذي رفضه ورفضا قاطعا طيب بيعت أي بكر فلتك كما قال أمر وقال الله شرعه وأمر نصبه أبوكر وأمر اجتهد بشورى ستة وأنت تنفي أن الرسول وصى في أهم شيء وهو قيادة الأمة ما هذا التفكير والتحليل يا رجل؟ يا أخي العزيز يا ضياء محسن العراقي ما هذا التفكير والتحليل يا رجل؟ يعني النبي وصى باليوم وين يوم عني الآن؟ طيب وصى وصى قوم من توصى شي يصير بعدين؟ أنت شي يسوي الآن شي يسوي وين نضعبك السياسي؟ عادل سعدون أيضا نفس الخط هذا يقول جاي تغمض عين وتفتح عين سؤال غالب ذكي وجوابك بنوع من الهروب طبعا أنا ما أريد ما أريد أبحث بهذا الجدل العقيم حتى تطلع من هالمعمعة هاي كنا متفقين أن الديمقراطية هي الحل الأمثل بالوقت الحاضر وخلي الناس شتري تعتقد تعتقد بجون تعصب ليش مدوق حالك؟ هي المشكلة مو بالاعتقاد المشكلة مو بالاعتقاد يعني ليش أنا فعلا ليش مدوق حالي وأناقش المشكلة هذه؟ لأنه أنت من تعتقد بشي خاطئ تعتقد يعني هذا تاريخ مو بالشي حاضر ماذا نتفكر بحاضرنا ومستقبلنا بس نسوفد عقدة نفسنا أنا والله ذول الجماعة اختصبوا الخلافة من علي وكانوا منافقين وكانوا دجالين والله يسوي بهم كذا وكذا يعني سوينا عقدة بكل ابنة ونظل نتعارك عليها ونسيب ونلعن ونشتم بعدين ونقوم نلطم وعزيات ومظاهرات وراحين جايين يابا شنو ذول أجبر الإمام علي على البيعان مو إمام علي بايا لا لا ما بايا كيفا أجبرو طيب شلون أجبرو هجموا على البيت وسحبوا من البيت وكسروا وظل الزهرة وصوي لك فت فيلم طويل لأنه اهنا ما آمننا في النظرية وقوم نقرأ التاريخ ونكتبه كمان اشتهي ونسرع العداوة والبغضاء هذا أنا هدفي من أبحث بيت بتعلي أقولك بطل من السوالي حتى أنت قلبكم شوي يصفى ويصير فيه محبة ومودة والله يسامحهم شنو سووا وأخطأوا ما أخطأوا وماكن نتيجة من البحث كل هذا أسدى الله محمد علي يقول فعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكي والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وإما رزقناهم ينفقون فالأمر هو الحياة السياسية وشورى أي أن تحكم الناس ومشاركتهم في رسم أمور حياتهم وشؤونهم أي حكم الناس نفسهم بنفسهم ولنفسهم طيب أحمد أمين أحمد أبو أمين يقول كانت خلافة عمر شورى أيضا أو بكر استشار الصحابة في عمر وقد وافقوا عليه قبل بيعته يا أخي وافقوا أو ما وافقوا إحنا شخصنا بالموضوع الآن فشي وراح يعني أو بكر وعمو مو مقدسين بالإسلام يعني ليسوا جزء الإيمان بهم أو الإيمان بتجربتهم ليس جزء من الإسلام لهذا خارج الإسلام الإسلام موجود بالقرآن الكريم العقيدة والأحكام والفقه والكذا كلها بالقرآن أما القضايا التاريخية الفردية هي ما تنتهي ما تخلص حسين علي يقول يا أستاذ أرجو أن تؤفي الإسلام من مفهوم الديمقراطية الحديث فالإسلام كما تقول لم يحدد طريقة للحكم فلماذا تسقط الديمقراطية على الإسلام ثم أن الشورى مفهوم عام ليس له محددات فما حدث في تولية أبي بكر لم تكن شورى وإنما كانت أمر واقع تراضت عليه الأطراف فيما بعد كما هو رئيس زرائن المبجل الحالي الذي أتت به الأطراف على مضض لأن الحالة تتطلب ذلك برأيهم أرجو أن تتحرر وتخرج من عباءة الإسلام فيما يخص الحكم تحديدا كما تحررت وخرجت من المذهب الاثنى عشر مع مودتي وأنا أقول له يا أخي العزيز هذا ما أقول به دائما بأنه لا توجد في الإسلام يعني القرآن والسنة أي حديث عن نظام الحكم وطريقة انتخاب الحاكم وإلاقة الحاكم بالمحكمين وما إلى ذلك من تفاصيل الأنظمة الدستورية وإن مرجع السلطة هو العقل وليس النص وما يتفق عليه الناس في كل بلد وإذا كان الإسلام قد أكد على مبدأ الشورى وأمرهم شورى بينهم فلا بد من تطوير ذلك المبدأ والاستفادة من تجارب العقل الإنساني الذي قسم السلطة وحدها وحددها بفترات معينة حتى لا يحدث استبداد وعلينا في العراق والبلاد العربية والإسلامية تطوير أنظمة ديمقراطية مناسبة لبلادنا ثم تطويرها ثم تطويرها وسد الثغرات التي تظهر فيها فيما بعد ولا بد من تجاوز النظريات القديمة التي نشأت في ظل الفراغ حسب نظرية الانتظار الشيعية للإمام الغائب طوال ألف ومائتي سنة ومنها نظرية المرجعية أو ولاية الفقير اللي هي نظرية دينية وسياسية صايرة وراكب على السياسة فوق السياسة فوق الدستور لازم نجاوز هذه النظرية أيضا وتكريز جهودنا لتعزيز النظام الديمقراطي المدني الحديث علي أبو محمد يقول أنت تخلط بين الإمامة كمفهوم وبين الحكم الإمامة والولاية ثابتة وبالنص للأيامة الاثنية عشر ثابتة شلون ثابتة عندك ما أدري أما الديمقراطية كنظام حكم والذي يقصد منه حكم الشعب أو بالأحرى أغلبية الشعب فهذا ربما يتعارض مع حكم الله في الأرض بغض النظر عن من يمثل هذا الحق أما إذا كان غالبية شعب مسلمين مؤمنين بأن شريعة الله هي التي ينبغي أن تحكم فهذا ما سيكون وأما إذا كان غالبية شعب علمانيين فسوف يعزلون ليس شريعة الله فحسب بل ربما سيعزلون حتى الله عز وجل من حياة الناس كلها قال تعالى وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةَ نْضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَى يعني أنت شا سوى إذا الناس أكثريتهم في بلاد مثلا مو مؤمنين مو مسلمين يعني ما يطبقون أحكام الدين وإذا كان أنت في بلد إسلامي إذا كنت في بلد إسلامي طبعا أغلبية المسلمين ما راحوا يعزلون الحياة ويعزلون الدين عن الحياة إنما نتكلم عن الحكم الحكم ما يتعارض مع حكم الله الحكم الله بالقانون موجود بالقضاء موجود أحكام الله بس السلطة السلطة أي واحد يجي يستولي على السلطة كيف؟ بالديمقراطية وبالشورى وبالانتخاب أو بالأقلاب العسكري هذا هو المفترك الطريق غرم الخثعمي يقول مفهوم الأستاذ أحمد الكاتب هو المفهوم الصحيح ماذا يهمنا اليوم؟ من كان أولى بالخلافة أو بكر أو علي رضي الله عنهما ثم أن الذين يدعون حصر الخلافة في بعض سلالة النبي ليس عندهم حل عن ماذا يعمل المسلمون اليوم وقد ثار العراقيون على الملكية الهاشمية بالعراق وهم من سلالة الرسول ولم يقبلوا بها وهم لا يدرون في الأساس ماذا يريدون ربما المطلوب الفوضى لا العراقيين اختاروا النظام الديمقراطي ما اختاروا الفوضى في بعض الناس لا يزالوا يعيشون بالتاريخ يا أخي العزيز وليس عامة العراقيين ولا عامة الشيعة عبدالحسين الشيخ حسن يقول أحسنت أستاذنا الفاضل هذا أيضا ما تطرق إليه بالتلميح الشيخ العلامة المرحوم محمد رضا المظفر رحمه الله شكرا لك على آرائك التي نجلها وهي في النهائية أو في النهاية تصف في مصلحة العقل ولا ضيرة فيها فهي فائدة سواء اختلفنا أو اتفقنا تحياتي أبو عفاف الجابر يقول ما يمر به المسلمون اليوم من ظلم وقتل وذبح باسم الإسلام سببه الرئيسي هو تلك الفتنة التي ما زال شرها وشرارتها تتوقد ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها اليوم القيامة لا يشتبه أنت خيال عزيزة أبو عفاف لا تربط كل أحداث التاريخ كما جرى بخلال 1400 سنة بقصة حدثت في يوم من الأيام وإلا تعد روح إلى مثلا هابيل وقابيل كل المشاكل إصارت بالعالم عبر التاريخ من معركة هابيل وقابيل ما يصير الشكل أدك أدت أسباب الآن انظر إلى واقعك بالعلاق مثلا في تخلف في أمية في فقر في عمالة في خيانة في مثلا أفكار خاطئة مولدة النظام معين أو تمنع نظام معين في أي بلد آخر فكر بهذه العوامل القريبة لا تروح بعماقة التاريخ وتجي تتفلسف على يعني أشياء ما لها حقيقة حقيقة يعني نبو بلاصر البابلي يقول جواب راقي وموضوعي من الأستاذ أحمد الكاتب ماذا جنينا من هذه المواضيع من خلافات ومهاترات وتكفير وقتل وعلى مدى أكثر من ألف عام سوى التخلف والجهل والدمار ألا فيكم رجل رشيد يترك الماضي ويتجه للحاضر والمستقبل لإنقاذ ما تبقى منا أليس اعتماد أولادنا وأحفادنا علينا لمستقبل زاهر ومشرك حيث ينعمون بحياة راقية كحال الآخرين تصور ابنك أو حتى حفيدك الذي تحبه وتدلله وتراعيه وتريد له أن يكون طبيبا أو مدرسا أو مليونيرا ويتطلع على أول يوم اللي له في المدرسة ليرى مستقبله واللعب مع أقرانه وإذا به يفاجأ بهذه التخريفات وينشأ عليها ويصادر عقله العلمي ويعوض عنه بعقلي بهيمة يصدق كل ما يسمع وخاصة إذا كان مغلف بغلاف ديني مذابي طائفي ويتخرج مهندسا وطبيبا ومدرسا وعقليته وثقافته وفكره لا يتعدى من أحق بالخلافة والمظلومية وزيارة شريفة بنت الحسن وجدر الدولمة وكبر الطفل ووجد ما عليه آباؤه وهم على خطاهم من المهتدين ويا دار دوري بينا ظلي دوري بينا نبو بلاسر البابلي يقول الأستاذ أحمد الكاتب أحيي فيك هذه العقلية الراقية والألمية وهذا المشروع الراقي والمنهج المعتدل ودع عنك كلام البعض ممن يعارضوك لقد أحدثت هزة في العقول وبدأت تعيد التفكير أو أنت بدأت تعيد التفكير في أمور كثيرة كانت مغيبة قسرا عننا فحياك الله أستاذ أحمد ووفقك إلى مراضيه وجعلها في ميزان حسناتك شكر الله يتقبل مننا ومنكم إن شاء الله أياد أبو مريم يقول السلام عليكم ما رأيك بقول الإمام علي في خطبته المعروفة بالشكشقية ولقد تكمصها مني ابن أبي قحافة وأنه يعلم ليعلم محلي منها محل القطبة من الرحة ينحدر عني السيل ولا يركع لي طير إلى آخر خطبة وفيها يبين عليه السلام ظلامته وأن القوم لم يأخذوا بوصية رسول الله وقربه ومنزلته من الرسول الأكرم وفيها يبطل أمر الشورى الأول والثاني والتعيين للثاني والانتخاب للثالث وأنت في مقالك تثبت أن الخلافة الإسلامية بالشورى فلماذا لم تستمر الشورى بعد الأول أولا يا أخي العزيز كل خطب نهج بلاغة مو وحي منزل ولا قرآن ثابت ولا فيها سند يعني الشريف الرضي يجمع هذا الخطب بذيك الأيام وأجواء مبوءة كانت وما نعرف مدى صحة هذه الخطب مئة بالمئة وعلى فرض أنها صحيحة الإمام ما يقول أنا موصة من النبي يقول أنا مثلا أو لا أنا أقرب للنبي يعني كذا وانتهى الموضوع وأفترض ينتقد السابقين انتقاد أنت ما انتقد ماكو إشكال بس لسوية قضية دينية وعقدة تعيشها اليوم وتتعارك عليها مع جيرانك وأهلك وأخوانك في البلد هاي المشكلة فالأخ غرم الخثعمي يقول له ودعنا نفترض جدلا أن علي بن أبي طالب هو أولى بن الخلافة وأولاده من بعده إلى يوم القيامة وأن ما حدث عبر التاريخ كان كله خطأاً ماذا تريد من المسلمين أن يفعلوه عملياً من الآن فصاعداً بغض النظر عن الماضي لاحظوا؟ هذا هو التفكير الصحيح اليوم احنا شنسويه خلنهتم ببناء بلدنا وبناء نظامنا السياسي اللي كله بعده هش وضعيف ومخربط الأخ آيات مصر على قوله يقول غرم الخثعمي أخي العزيز هذا الخطأ ولد أخطاء فالحة والتي تعرضت بسببه البشرية كلها إلى الانحراف والانحلال على كافة المستويات ولو أمعنا نظر في انحراف الإسلام ووجود هذا الانكسام والصراع والاقتتال بينهم لوجدنا أن سبب الرئيسي هو فكرة الإمامة والخلافة طيب ولا يمكن أن يسود العدل وينتشر الإسلام إلا تحت راية المنقذ العالمي الذي تنتظره كل الديانات وليس المسلمين فقط وفي أغلب كتابات أحمد الكاتب ينفي هذه العقيدة فماذا حصلنا من الشورى يا ترى؟ هل فعلاً أن فيها الحلول لكل مشاكل المسلمين فضلاً عن مشاكل غيرهم ومتى تسود عدالة الإسلام لتعمى كل البشرية وفق المبدأ القرآني الذي يغيره على الدين كله ولو كره الكافرون لابد أن ترجع الأمة الإسلامية إلى وعيها وتصحح الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها وإعادة الأمور إلى نصابها الكلام يطول وفيه الكثير من تشعبات أخي العزيز فعلاً كلام يطول لأنه أنت يا أخي العزيز أياد أبو مريم لو عايش بالتاريخ السحي قبل 1400 سنة لو عايش بعد مليون سنة هذا الشخص الذي تعتقد به سيظهر طيب واقعك اليوم شنو؟ بعد عشر سنين بعد عشر سنة أنت واسبك شنو؟ شوف أنت عايش بين بين يعني بين تاريخيين تاريخ قديم وتاريخ لم يأتي بعده روح فكر فكر اليوم شنو نسوي محمود شاكر يقول تعقيبك حول الحاضر والمستقبل صحيح لكن الإجابة على السؤال غير دقيقة بل إنه هروب واضح لأول مرة أشوف جواب ضعيف لحضرتك يا أخي العزيز يعني شو تريد أقول لك؟ يعني أي فعلا عندي أهرب من هالسؤال وأهرب من البحث هذا أهرب بس لسوي عقد عندك يعني فالشي تاريخ وإنسى التاريخ هذا ما تظل أنت عايش به والله حدث كذا وهذا الحدث جر أحداث وكذا وتظل تلطم وتبكي خلي شواء يعني نخرج من هالتاريخ هذا عبد الكريم الصافي يقول اسمح لي أن أجيب الأخ الذي يسأل عن سر دفن فاطمة الزهراء أول هذا الكلام لا صحة له ومن يؤمن به فهو يسيء لبعالها مو الدفن دفن سرا كان سرا يعني مو مشكلة بس الضرب والسقاط والأسر والكسر والذن الأشياء الأسطورية الأخرى المشكلة ويقدمهم للناس على أنهم كانوا يخافون من القوم حتى أنهم لا يؤمنون على حرمة جثة ميتهم من النبش وإلا ما تفسير أن تم دفن فاطمة الزهراء سرا وهي بضعة رسول الله يعني هذا بالتالي إمام علي أيضا دفن سرا لماذا دفن إمام علي سرا؟ لماذا أوصى أن يدفن سرا؟ هو أحب ذلك ما نفعله لنا بعد؟ ليست قضية حتى نلطم عليها نعم الأخ قاسم عبد الحسن يقول كيف لا يهمك وأنت تتحدث عن وقائع تاريخية؟ أخينا عزيز التاريخ من درسة نأخذ العبرة من عنده ليس نظل نسوي أقدة أقدة في حياتنا اليوم ونسب ونلعن ونكفر ونشتم وكذا وبالتالي ردود أفعال ونسوي فتنة بين المسلمين عن هذه النقطة التي أشيلها من الناس التاريخ من درسة أحداث صارت والله يسامحهم والله يغفرهم والله يرضى عليهم والله يسامحهم ما نسوي لهم بعد إحنا؟ لا أدنا أم الأم الأم الأهل البيت ولا أدنا شيء إمام معصوم معاهم من قبل الله فليش نظن نتعارك على هذه النظرية اللي هي نظرية ميتة وما إلها وجود ومقرضة؟ الأخ منهل أبد الأمير المرشدي يقول أي منطق هذا وأي استهانة بالرسول الأعظم الذي أوصى بكل صغيرة وكبيرة حتى ماذا نقول عندما نأكل وماذا نقول عندما ندخل الحمام وإذا بيء بمنطقكم الواهن يترك الأمة بلا قائد ولا يوصي بمن يخلفه وأين أنتم من واقعة الغدير وحديث الولاية ناهيك عما قام به أمر بمنع الرسول الأعظم وهو على فراش المرض بكتابة الوصية الأخيرة إذ قال أمر أن الرجل ليهجر ما لكم كيف تحكمون؟ مساكين أنتم وتستحقون الشفقة شوي يفكر معنا جيد منهل شوي يفكر بما تقول أيضا أولا أمر قال الكلام ليش ما نبي كتب الوصية ما لنته قبل ساعة ساعتين قبل ما يجو أمر للبيت ليش ما كتبها قبل أيام قبل شهور قبل سنين لماذا لم يعد مجلسا يستلم السلطة مثل ما أمر سوى عين مجلس وقوة عسكرية أيضا مدعومة بيه وقال ذول يشتمعون في البيت وينتخبون واحد فلماذا النبي ما عين الإمام علي وعين له جماعة حراس وقال هذا هو الخليفة من بعدي وأي واحد يتكلم وقطعه رأسه ما سوى النبي هذا الشي ليست قصد هذه الرواية ابن عباس أو طفل صغير كان ذلك الأيام أنه قال يهجر أو ما يهجر هذه الرواية بالنتيجة لم يكتب شيئا النبي وإذا كان عنده أمر من الله أن يكتب شيئا كان كتبه غصبا عن عمر خايف من عمر والنبي ليش؟ كان كتبه ووقع ومكتوب وموقع ختمة مثلا هذا الشي ما صار فالإسلام صحيح أعطانا تفاصيل كثيرة في الحياة ولكن هذا الموضوع يعني الموضوع السياسي يتركه للناس لأنه هذا موضوع متحرك مو ثابت كل يوم كل زمان كل بلد كل مجتمع أنت فرد نظام يصير فما يمكن الله يوميا عين واحد في كل هالبلاد هذه هي مو بقى الإسلام ما بقى محصول بالمدينة انتشر بكل العالم فشلون يعين حكام للمسلمين في كل مكان شو يفكر فيها هل هذا الشي معقول هل شي هذا ممكن حتى النظرية الإمامية النظرية اللي الإمامية قالوا بيها الإمامة في هذه السلالة هم أبناء لهم كل إمام يموت أبناء يختلفون على الإمامة كل واحد يدعى أنه إمام وهم صارت تفركة فالنظرية الإمامة بالنص أيضا مو ممكنة مو نظرية معقولة دائما هي سبب الشيعة اختلفوا في القرن الثالث إلى سبعين فرقة ليش؟ لأنه على النص كل واحد كل جماعة صاروا يعني حزبوا ويدعوا أن الإمامة فيهم ويكفرون الآخرين يكفرون الآخرين الشيعة بناتهم كان واحد يكفر الثاني ليش؟ لأنه كل واحد يقول عن الإمام وذلك كذابين دجالي فهذا تطرف هذا أيضا انهيار هذه النظرية خلال مئة سنة من خروجها نعم، وسامة الغزالي يقول أستاذ أحمد الكاتب قولك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرق نظاما للحكم ولم يوصلي الإمام علي بغض النظر عن الأدلة النقلية يخالف حكمة الله تعالى ونطفه بعباده أن يترك الأمر هكذا تتسارعه الإرادات ويكون أرضة للإفساد في الأرض وهو خلاف منطق القرآن هذا نفس يكرر نفس الكلام السهل يعني شنو؟ الآن احنا عدنا إمام معي من قبل الله فكر شوية فكر شوية شغل عقلك يا أخي العزيز ما عدنا لماذا نختار مراجع ونختار ولي فقية ونختار رئيس جمهورية ورئيس وزراء لأنه ما عدنا أحد موصّى به من قبل الله حكمة الله هل تقتضي أنه يتركنا هكذا سدا لماذا لا يعيننا الآن واحد فإذا اليوم حكمة الله اقتضت أنه نرجع للنظام الشورى ونختار إمام علينا نفس الشيء بعد وفات الرسول لأن هذه القضية مستمرة مو ما اليوم ويومين أبدت دهر فكيف يمكن الله أنت تفكر وتفرض شيء على الله لازم الله يسويه الله ما سوى هذه استسلم لحكمة الله الذي لم يعين أحدا خليفة على المسلمين وأجروا ناس أكفاء والناس انتخبوهم وشافوهم الإمام علي الناس هم جاءوا انتخبوه بعدين انتخاب جماهير يصال إلى مو انتخاب واحد اثنين ولا أحد وصى إلى وكذلك الإمام الحسين وكذلك الإمام الحسن من قبله الجماهير الأمة هم انتخبتهم على أي حال النتيجة التي نأخذها من كل الجدل لازم نتوقف عن هذا الجدل وإذا درسنا هذا التاريخ ندرسه بشكل معقول بشكل معقول نأخذ أبرة فقط من عنده وما نسوي أقده في حياتنا وأقيده وأنه هذا اللي نؤمن به هو الصحيح مئة بالمئة والآخرين على خطأ وعلى باطل مئة بالمئة وبالتالي نقوم نبرر ونفسر يعني نصطنع أحداث أخرى لأنه نظرية الناس تخالف التاريخ الإسلامي وتخالف تاريخ أهل البيت وتاريخ الشيعة إنما لازم إحنا نجيب لها يعني ترهيمات أخرى ليش الإمام علي إذا الله ننصح على الإمام علي ليش الإمام علي يروح يبايع أو بكر أو عمر أو عثمان ليش ما ابتحد ليش ما اعتزل ليش ما اختفى ليش ما قاتلهم ليش ما كذا معناته أن هاي النظرية ما كانت موجودة ولا يؤمن بها الإمام علي بس لا نقول شنو أجبروه على البيع شنو أجبروه هو كذا هو البطل هو كذا اقتحمه الدار ونسوي لنظرية مؤامرة كبيرة طويلة عريضة ونسوي لنا أقدة في تاريخنا اليوم ونسب ونشتم والناس يسبون بنا وشتمون ويفجرون بنا بعدين فخلي شوية يكون عندنا عقل نترك هذا التاريخ ونفكر اليوم كيف نبني نظامنا الجديد نظامنا السياسي القوي العادل الذي يحل مشاكلنا ومشاكل مستقبلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة